الولايات المتحدة الأمريكية كيان يقدم القليل من أجل الحصول على الكثير حقيقة يدركها كل من قرأ تاريخ هذا الكيان منذ نشأته الدعم الأمريكي لميليشيا سوريا الديمقراطية مثال صارخ على ذلك حيث تدعم الولايات المتحدة هذه الميليشيا التي تعد حليفها الأول في المنطقة عسكريا وسياسيا واقتصاديا ويعد هذا الدعم جوهر بقاء هذه الميليشيا وتمددها وتدفع ميليشيا سوريا الديمقراطية ضريبة كبيرة لأمريكا مقابل هذا الدعم تتمثل بتحكم أمريكي شبه مطلق بمعظم قرارات الميليشيا العسكرية والسياسية والاقتصادية على غرار ما ظهر أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية كقيام الميليشيا بإيقاف إمداد النظام السوري بالنفط الذي كان متواصلا طوال السنوات الماضية بطرق مختلفة بناء على طلب أمريكي ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحكم فيها واشنطن علانية بتحركات ميليشيا سوريا الديمقراطية حيث كانت الميليشيا قد حاولت مع عودة القلق الكردي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب قواته من سوريا حاولت إحياء المفاوضات مع الروس والنظام قبل أن يأتي الرد الأمريكي سريعا منتصف الشهر الماضي على لسان قائد قوات التحالف الدولي بولا كاميرا الذي هدد بأن واشنطن ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية إلى الميليشيا في حال تحالف مقاتلوها مع النظام السوري أو روسيا الأمر الذي أوقف كل تحركاتها وعطل أي حراك سياسي لها في هذا المجل وفي الجانب العسكري الميداني تبدو كل تحركات ميليشيا سوريا الديمقراطية قائمة على المصلحة الأمريكية مثال ذلك تريث الميليشيا بإنهاء المعركة ضد آخر من تبقى من مسلحي تنظيم الدولة في بلدة الباقوز بمحافظة دير الزور والذي بدى جليا أنه كان محكوما بالمصالح الأمريكية أولا ويشكل الأمريكيون شريان الحياة لميليشيا سوريا الديمقراطية التي تعتبر بدورها أداة أمريكا العسكرية في سوريا وتتحكم بقراراتها في كل المجالات ليس من أجل محاربة تنظيم الدولة وحسب بل لمساعدتها في تنفيذ سياستها في سوريا إضافة إلى الرؤية الأمريكية التي ترى أن الأكراد مؤهلون للاعب دور جيد في تأمين الحدود السورية العراقية وقطع الطريق بوجه إيران إن أرادت ذلك